الله شهيد رحم الله كل شهداء مصر الابرار حصل النهاردة على حدودنا الشرقية في المنطقة الحدودية صدر بيان من المتحدث العسكري هنتكلم عنه احنا في زمن حرب لما نكون في زمن حرب معلومتنا الوحيدة تاني بقول الوحيدة من القوات المسلحة المتحدث العسكري العالم كله كده ما فيش جهة اخرى ولا اخرين يتحدثوا بلسان القوات المسلحة في زمن الحرب احنا عندنا تحديات في تلات تتجاهات ومن المتحدي اللي موجودة على حدودنا الشرقية الشمالية الشرقية سواء مع فلسطين او مع الكائن الصهيوني العدو تحدي يتصاعد كل يوم تاني بقول كل يوم بيتصاعد وبالتالي اي معلومة تتعلق بهذا الامر القوات المسلحة المصرية فقط المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة وبالمناسبة كل كلمة متحدث عسكري البيان بيان محدش يجود شيء ولا حد يقول كلام هو مش موجود في البيان هو الباني زي ما هو كده احنا تعلمنا كده كل ما تعلق بالجيش وجيشنا العظيم طول عمرنا لازم يكون في بيان رسمي من القوات المسلحة الموضوع مش هزار والموضوع مش فتي والموضوع مش فرض عضلات والموضوع مش كل واحد يطلع يقول كلمتين والموضوع محد تاني بقول امننا القوبي وسيدتنا محدش ابدا يقدر يقرب لها وانا بقول الكلام ده على الهوى وهيكون معانا حالا لو قد دكتور سمير فرج حالا لكن بقول لكم على الهوى سيادة مصر لن يستطيع احد ان يقترب منها على الاطلاق لا اسرائيل ولا غير اسرائيل انا بتكلم على السيادة المصرية وناخد بالنا كويس اي من كلامنا وناخد بالنا كويس اوي من الاعلام العدو الصهيوني والاعلام العدو الاخواني اللي بيحاولي جرجرك اللي بيحاولي يقول كلام مش موجود اللي بيحاولي يسخن ما تسخانش ما تسخانش عايزك النهاردة زي ما كنت في تلاتين ستة تلاتاشر واكتر اللي هو كلنا على قلب رجل واحد وقفين صندين صبرين جيشنا نشيره على رأسنا اوعى تسمح لحد ابدا يقرب من جيشك اوعى تسمح لحد ابدا لانه يقرب من الجيش اي حد يشكت في الجيش على طول خاين ايا كان اسمه وايا كانت صفته من جوه او من برا من يتطاول على القوات المسلحة المصرية خاين لو كان عربي او مصري او اجنبي لقيت واحد سفيه سفهاء كتير ولكن واحد منهم اقول لك مصر والسيادة المصرية لا يا حبيبي ما تكلمنيش كلمني اولا على سيادة بلادكم قبل تكلموا على السيادة المصرية سيادة مصر محفوظة وعندنا جيش عظيم لا يمكن يسمح ابدا من الاحتداء على هذه السيادة ابدا اشتركوا في القناة